علينا نفهم عدة حقائق أولاً الصعود هذا يعني اكتمال خدمة المسيح الأرضية خدمة المسيح الأرضية قال يسوع في مرقص نجيل مرقص حاح عشرة والآية خمس واربعين لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم لاحظ الكلام وليبذل نفسه فدية عن كثيرين كورونتو ستاني خمس واحد وعشرين وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه في يحنى 17 من آية 3 والآيات هنا واضحة جدا قال يسوع وهذه هي الحياء الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته على فكرة الأحباء المسلمين اللي بيبعثوا هاي الآية ما تنقص من الآية اللي بعديها وليه بتستخدم آية وما بتستخدم الآية اللي بعديها قال يسوع العمل الذي أعطيتني لأكمل قد أكملته في آية 5 والآن أيها الآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم يعني المسيح جاء من فوق أكمل عمل الفداء رجع لفوق صعد إلى السماء كما وعد وقال هذه العبارة عدة مرات فهذا اندل على شيء أحبائي على أهمية صعود يسوع المسيح والغرض اللي جاء من أجله يسوع فإذن خدمته على الأرض اكتملت ولكن خدمته في السماء ابتدأت بوجوده على العرش عن يمين العظمة شيء آخر صعود يسوع المسيح أنا بتكلم عن الأهمية هي صدق إعلانات وتصريحات المسيح لاحظ مثلا في يحنى إصحاح 3 والآية 13 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي لاحظ الكلام إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء واو عم بيتكلم مع رئيس اليهود رجل الدين نيقو ديموس وعم بيحكي له طبعا هي آية موجودة في العهد القديم بسفر الأمثال وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء طبعا رجل الدين بيفهم على طول إشارة عن يسوع المسيح عن لهوته المبارك من العهد القديم وهذا طبعا ندل على شيء بدل هذه الأقوال والتصريحات صادقة وأمينة شيء آخر بأهمية الصعود نشوف مرحلة الاتضاع ثم مرحلة التمجيد يعني بتشوف كل وضاعة أو اتضاع الناسوت ناسوت المسيح كابن الإنسان وترى أيضا كل مجد اللهود أمجاد اللهود كابن الله وكابن الإنسان أيضا انظر ماذا قال الرسول بولوس في رسالته إلى كنيسة فليبي الإصحاح الثاني من آية خمسة قال فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا عم بعالج مشكلة مشكلة انقسام واللي بتطلب التواضع وتكلم عن مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال بل كمال الكمال يسوع المسيح فبقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب النسوت كل الوضاعة عبد يعني صلب أهين ولكن لم يكتفي هذه كانت التسبيحة للمسحيين الأوائل لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فإذن لقد صعد يسوع المسيح إلى السماء بعد ما كشف عن هويته للتلاميذ مثل ما حكينا إذ كان صعودا جسديا ابن الله المتجسد منظورا مرئيا منطلقا إلى السماء كما أن مجيء ثانية سيكون مرئيا علنيا منظورا بنفس الهيئة يعني الجسم الممجد بنفس الهيئة التي صعد بها المسيح إلى السماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة